اجهيزه ان يبايع المرشد او القائد على انه عضوا في تغنظيم الاخوان بيجيلوا مجموعة من حتة تانية خالص ما شفهمش في حياته قبل كده ياخدوه يعني لو اللي هيبايع ده من الجيزة يجيلوا الناس مثلا من بني سويف من تمام ما شفهمش خالص ياخدوه يروحوا مثلا حي في المانيال في القاهرة في بتاعه يدخل الرئيس اللي خاد المجموعة دي معاه نعم يخبط على الباب ويقول كلمة معينة سر كلمة سر فيفتح له الباب فيدخل يتلاقي بقى يعني متجهز له ايه بقى مؤسرات صوتية بايات القرآن الكريم اللي هي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله نحاوله ولا قد ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ايات قرآنية صادقة صدق الله العظيم ولكن كذب الاخوان وكذب المرشد فلكنه بيوظفوها بالجو ده في تفسيرها لده اول ما يخش العقد بتاعي اشعر جو خافت وآيات القرآنية بتتردد بكل حتة في المكان وبعد شوية يجي الواحد يرحب بيه ويقول له انت دلوقتي دخل على مرحلة جديدة وكذا ويظهر عليه بقى التأثر والسكينة وبعدين يخش بغرفة مظلمة فيها حد في اخر القوضة كده عليه يعني ضوق خفيف كده ومغط وشه وقدامه مصحف سيف اخونا يخش يحط ايده على المصحف والسيف على المصحف والمسدس ويقول البيعة بعد ما يخلص نص البيعة تلاقي كام واحد طلعه من هين دول اللي بيحطنه ويعيط واللي بياخده واللي بيبريكله واللي بيقوله يعني انت الآن ولدت من جديد وهذا يوم لابد النهاردة ده دي مسرحية كاملة متكملة يعني بأداء بإضاء أو بدراما بمؤسرات صوتية بإخراج بشغل نعم نعم وخلاص اخونا بقى دلوقتي باية ده كل ما هو عضو وبيدفع اشتراك ولا مش اي حد بيقدم البايع منهم بس نفهم الناس واللي يتدفع ولادها لانه فيه عفوا استاذ ابراهيم لانه فيه جماعة ومش بالاشكال دي دلوقتي باشكال تانية دلوقتي مسألة تجنيد للشباب ارجوكوا كلنا ناخد بالنا من ولادنا واخوتنا ومن كل اللي حوالينا الاساليب مختلفة شوفي الاول هو بيبقى زي ما قلنا احنا في سنة واعدادة وبتاع وبعدين يخش مرحلة محب وبعدين مؤيد ومؤيد قو وبعدين منتسب وبعدين منتظم شوفي خمس مراحل بيمر عليهم كلها الحالة لا تقل عن سنتين يعني عشر سنوات ده عشان يبقى معاك كرنيا لحد ما يصل الى درجة الاخ العامل يروح يبايع اه تمام يبقى معنا كده الكلام اللي حضرتك قلته مش كل من هو له علاقة بالاخوان شافوا فيه ناس كتير بمئات الالوف الاخوان بيستخدموهم وبيستغلوهم بيقدموهم وقود معارك سياسية وغيره وهم ما دخلوش الاخوان اصلا اه كمام بس هم مفاهمينهم انهم اخوان وما استفدوش من التمويل لا استفدوا من التمويل ولا بايعه او بشكل بسيط ولا يعترف بيهم كاخوان لا اللي بيعترف بيه الاخوان اللي بايعه فقط فانما الباقي ده كله تحت الاختبار ممكن بعد شوية نسرحه عه فما علينا في انا عايزة يعني حضرتك شايف انه ك هو شخص مش طبيعي لا شخص مش طبيعي لانه تعرض لغسيل مخ رهيب جدا جدا بغلاف ديني يعني بيمارس عليه عقدة الشعور بالزام بيوسع له دائرة المحرمات حواليه بحيث انه دايما يبقى انجاز التعبير يعني الادارة بالخوف تمام